أستاذ خالد الحياة اللي يعرف الكفت المحمود عن قرب يعرف أنه مبدئين ما بيجاملش ثانياً هو بينتقي ألفاظه وتقديراته وتقييماته بدقة لأنه بيشعر بمسؤولية في الكلمة دي حقيقة هو حزين جداً أن هذا النموذج ما يبقاش موجود وسعيد جداً أن هذا النموذج بيقدم فكرة مختلفة وبيقدم تغليب للمصلحة بتاعة المجموع وفي نفس الوقت بيقدم استعداده أنه يخدم الأهل من أي موقع أنت عشت اللحظة دي إزاي واللي حصل فيها إيه؟ أولاً يعني يعني الحمد لله على السلام كابت المحمود الخطيب الناس ما حستش بفترة عصيبة جداً جداً في وقت هو تعب فيه وبرغم أنه تعب أنا زورته طبعاً في المستشفى ويمكن هو بيقول أنا كنت قاعد ولازم والدكتور لازم وممنوع الزيارة وبس هو كانت اجتماعات مغلقة يعني هو كان حاجة طبعاً شغل 14 ساعة وقت دايق خلاص وقت دايق بس يعني أنا اتعلمت على مدار حياتي مهم جداً أنك تاخد بالك من صحتك وتاخد بالك من نفسك عشان تقدر تدي للي حواليك ساعات من قطر ما بتدي للي حواليك أنت بتنهج طبعاً لا تقدرش تدي أفضل دي نقطة يعني كانت محمود بشوف أنه هو كتير جداً جداً بيجي على نفسه من الجزء دا ولكن هو سعيد فطالما هو سعيد احنا كلنا مبسوطين أنا اللي حصل أن فعلاً أنا تقدمت بأوراقي أن أنا ترشح وزي ما قلت حرك ده كان حاجة سعيد جداً 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 ومبسوط جداً وعندي طموح وطاقة كبيرة جداً شايف أن نقدر إن شاء الله نعمل حاجة وبعدين عرفت أن نتيجة الظروف أن فيه 8 فوق السن طبعاً الانتخابات فيه 7 فوق السن و2 تحت السن وطبعاً المراكز الرئيس ونائب وأمين سندوق ففي الموقف ده يمكن على طول أنا عدت أفكر هو المصلحة العامة إيه؟ إن دلوقتي إحنا 8 ما حصلش في تاريخ النادي خالص كان باستثناء مرة في سنة 92-94 إن ما فيش حاجة اسمها قايمة مفتوحة 92 كانوا 17 رحل طبعاً حرك ما شاء الله لا هي ديت أصل الكابتن صالح كان يعني أخذ انتخابات التكملية بعد الكابتن الوحش ورجع في ديسمبر في 92 المجموعة اللي كانت مرشحة قبل كده رجعت والجداد اللي مع الكابتن صالح فبقهم فيه 17 روح ما قدروش يختاروا فيما بينهم فقال لهم ننزلوا كل ورفعوا شعار الأهلي فوق جميع يعني كلنا مع بعض بس اللي الأهلي هيختاروا ده فوقنا كلنا ودي المرة الوحيدة في تاريخ النادي الأهلي بالظروف الحركة بتحكيها إنما إحنا مش هزول العرف اللي تم الاتفاق عليه بصورة على مدار التاريخ ما أنت الاتفاق مش بشرط خالص القبول أنا ممكن أبصر حضرتك ويبقى فيه قبول ونقبل إحنا الاتنين في حاجة معينة على مدار فيه قبول تراكمي من الجامعية العمومية استقر العرف قبول تراكمي من رموز النادي قبول تراكمي من محب النادي وقبول تراكمي من الرئيس اللي بيجي ترشح للنادي الأهلي إن فيه قائمة مغلقة ليه قائمة مغلقة هدف القائمة المغلقة وده مش هنا أنا اللي المفروض أتكلم على الكلام ده بس أنا من وجهة نظري إن أنت النهاردة ده عمل تطوعي عمل تطوعي ده بيبقى هدفه الأسمة النادي الأهلي مصلحة النادي الأهلي هو ده كلنا فمش هنقضيها في السرعات فإحنا ده هدفنا فما يبقى عندنا قائد أو رئيس في عمل تطوعي بيختار مجموعة معينة المجموعة ده بيتهم التوافق عليها قبل ما نروح للرموز وقبل ما نروح لأي حد إن الرئيس المكلف بإدارة الفترة مع فريق العمل عنده رؤية الرؤية ده لازم تحقق زي فريق الكورة أنا ممكن النهاردة عندي ميسي وعندي رونالدو وعندي مين أنا بلعب بخطة إيه إزاي وظف دول وإيه كمان النقطة المهمة جدا تميزي وإيه احتياجي الفترة اللي جاي بيختار الأفراد فمن حق المسؤول عن القائمة إنه يعمل كده لأنه تاني ده عمل تطوعي فالصراع في التطوع للخدمة الصراع في التطوع مش للمنصب دي نقطة مهمة جدا جدا أنا أنافس في أن أنا أخدم أنافس أن أنا أطور مش أنافس أن أنا على المركز لأنه أساسه تطوعي مش أساسه أن أنا داخل يعني مش في حاجة تجارية فلما حسيت بكده روحت لكابتن محمود وطبعا طمنت عليه أول حاجة وعادنا يمكن ثلاث أربع ساعات ثلاث ساعات في وقت الغاية أنا حتى بقيت خجلان ونفسي والدكتور داخل دكتور حازم دخل علينا وقال له أنت الدواء متأخر ولازم تأخذه فقال له معلش أنا عايزة فأنا ألتقول لكابتن محمود أنا فكرت كويس وشايف أن المصلحة للنادي الأهلي والمصلحة أن أنا ما أنسحب وأن أنا ما كملش فهو بصراحة يعني برضو رد فعله يعني بيحطك في موقف يعني مش عايزة أقول بيثبتك تثبيت أن أنت يعني تبقى سعيد بس هو كان مدق جدا وقال أنا كنت حزين أن أنا هفقد يعني وجود حد زي كده في المجلس هو عمره ما هفقدني ولا النادي عمره ما هفقدني نهائي وعلى مدار الأربع سنين اللي فاتوا ده وهو متأكد من كده وأنا متأكد من كده فطلب مني أن أنا أفكر تاني وطلب مني أن ليه فكلمت وقلت له أنا أما روح تقدم ورائي معايا كل المجموعة المقفولة وروحنا مع بعض الناس راحت الأول بس يوم الآخر يوم كلنا كنا متواجدين مع بعض الحجد اللي موجود والأرضية أو التواجد الناس اللي موجودة السبعة لتانيين الأفاضل الناس دي موجودة أو بتقضي وقت طويل جدا وعندها كونكشم مع الأعضاء وفاهمين مشاكل وعندهم خبرات موجودة قبل كده فلاقيت أن هو مش من الأصلح أن احنا ننزل تمانية عشان نختار سبعة فطلبت منه قلت له أنا مش شايف أن ده مناسب واعتذرت وقالي طب تفكر وترد علي بكرة فوصلنا مع بعض مش محتاجة تفكير لأنه هو طبعا على اتفاق معي وأنا على اتفاق معي أن أنا موجود هي مش فرقة أي حاجة خالص أنا جوه السبعة ولا التمانية ولا التسعة أنا مع النادي اللي النادي يحتاجه هو ده اللي احنا كلنا محبوظ نقوم بي